موسيقى ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الكرام وفقرة متميزة جدا بتناقش موضوع مهم جدا وحاوي بتعالج المشاكل الأسرية اللي بتقابلنا فيه عند بعض الأباء والأمهات وهي مشكلة قضية الطلاق والخلع في القانون المصري هنتحدث ده بأكتر وباستفادة مع متخصصين ومعنا متخصص المستشار القانوني أستاذ كريم عبد العزيز المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو اتحاد المحامين العرب والمستشار القانوني للحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسي بمحافظة المينيا والمستشار القانوني لجريدة صدى الصعيد والمستشار بالتحكيم الدولي أهلا بحضرتك نورتنا في مفاتيح السعادة أهلا بحضرتك طبعا في البداية يعني عايزين نتكلم عن نفرق كده في الأول بين الطلاق وبين الخلعة هو حضرتك بداية عشان نكون متماشئين مع اسم البرنامج الجميل بتاعكم أحب أوجه نصيحة لأي أسرة مصرية أن آخر حاجة حفاظا على الوحدة الأسرية وحفاظا على الأطفال يا رب أن أجد تكون آخر حاجة لها هي الطلاق أو الخل نتمنى زيلا طبعا يعني ربنا عز وجل قال إن أبغد الحلال عند الله الطلاق صحيح فحضرتك إحنا مضطرين طبعا عشان الواقع العملي فيه طبعا وحل للمشاكل الأسرية ومعالجة ليها وعشان برضو الأولاد آه وحضرتك للأسف برضو الواقع العملي لازم هيكون فيه طلاق أو خلع حالات خيانة حالات خلافه فأمر مستحكم يعني فحضرتك إحنا هنقول إن الطلاق يختلف عن الخلع في الأسباب أولا إن الطلاق لعدة أسباب يعني مثلا إن الزوج بتعدى على زوجته بالضرب أو الزوج هجيرها لمدة ستة شهور في أكثر أو إنهم سافر خارج البلاد سنة في أكثر آه أما الخلع فهو سببه سبب واحد بس اللي هو إن الزوجة بتبغض الحياة الزوجية مع زوجها يعني هي مش عايزة تعيش معا تاني خلاص الأمر استحكم إن هي خلاص مش قادة تعيش معا تاني لكن الطلاق للضرر بيبالوا أسبابه وأسباب كتيرة لا حصرة لها منها مثلا برضو عدم الانفاق يعني لو الزوج ما بنفقش على زوجته آه منها الخصاء أو الأمراض الجنسية أو الخلاف وكل دي بيكون أسباب للطلاق للضرر الحقوق بقى بتختلف في الطلاق للضرر عنها في الخلق المطلقة بتستحق نفقة عدتها وبتستحق نفقة المتعة وبتستحق مؤخر الصداقة نفقة العدة دي حضرتك بتقدر بثلاث شهور من النفقة اللي هي بتتحكم للزوجة بيها نفسها تقدر بثلاث شهور دي نفقة العدة نفقة المتعة أقل لمدة لها 24 شهر بالإضافة لمؤخر الصداقة اللي هو منصوص عليه في عقد الزواج وده طبعا بتبقى الزوجة عرفها عشان بيبقى مكتوب في أسيمة الزواج بالنسبة للخلق بتتنازل الزوجة عن نفقة عدتها نفقة المتعة ومؤخر الصداقة لأن الخلق ده بإرادتها هيئة بإرادتها هيئة آه تمام فهي بتروح أول جلسة حضرتك وبتتنازل عن الثلاث حاجات دول المؤخر ونفقة العدة ونفقة المتعة لازم طيب عايزين نعرف يعني لو في ناس من المطلقات أو في حبة ما تعرف إيه هي حقوقها إيه حقوق المطلقة سواء كان في خلعة أو في طلاقة هو حضرتك زي ما قلتلك كده المطلقة المطلقة بتستحصل على مؤخر الصداق المنصوص عليه في أسيمة الجواز وبتستحصل على نفقة العدة ونفقة المتعة أما المطلقة خلعاً التلات حاجات دول بتخسرهم أيو أيو بتتنازل عنه طيب بالنسبة بقى قايمة المنقلات في الحالتين إيه بقى اللي بيتنفيه سواء في الخلعة أو في الطلاقة والله حضرتك قايمة المنقلات دي عاملة زي عقد الأمانة شبيهة شوية بأسال الأمانة إن الراجل استلم على سبيل الأمانة الحاجات دي ليرضها في يوم ما إلى هذا الشخص بمعنى إن هي بعيدة عن قصة الزجأ أو الطلاق بمعنى إن هي بتستحقها في الحالتين في حالة الطلاق أو الخلعة بتستحق قايمة منقلاتها كاملة بمعنى إن هي حتى لو مخطوبة وفيه قايمة منقلات منها إن هي تحركة لسبب إن ده عقد عاملة إصال الأمانة بالضبط مالوش دعو حضرتك بطلاق أو الخلعة طيب ده بالنسبة للأم المطلقة أو الخلعة زوجها طيب بالنسبة للأولاد بقى يعني هنا الأولاد هما اللي بيبقوا الضحايا في الآخر للأسف يعني فإحنا عايزين نعرف أكيد طبعا أكيد عايزين نعرف إيه بقى حقوق الأولاد والله حضرتك هو في الحالتين سواء كانت مطلقة خلعا أو مطلقة طلاق عادي للضرر يعني الأطفال بيستحقوا نفقات النفقات دي طبعا هي عبارة عن مأكل وملبس وبدل فرش وغطى وطبعا أجل مسكن ومصاريف تعليم ومصاريف علاج كل المصارفهم بيطبق على عطق القبر بس طبعا للأسف بتبقى عن طريق دعاوي بتحركها الزوجة ودي بتاخد وقت شوية في المحاكم وطريق التحصيل للفلوس برضو بتاخد وقت شوية في المحاكم فسواء كانت مطلقة خلعا أو طلاق للضرر في الحالتين الأطفال كده كده ليهم كامل حقوقهم تمام طبعا أكيد بيحصل مشاكل أنه ممكن في بعض الأحيان بعض الأباء بيرفضوا ده يعني أنه هو مثلا بيرفض أنه يصرف على أولاده أكيد حضرتك بيمتنع وشاعتها بقى في الحالة دي بتضطر الزوجة لأنها تحرك محاضر تبديد وخلافه وترفع قضايا حبس ممكن تضطر تحبس الأب عشان خاطر لمسددش النفقات دي أو المصاريف المستحقة لأطفال دي ما الأطفال الأصدر دي يعني ملايكات الرحمة زي ما بيقولوا أو في منهم حتى الكبير اللي هو غير قادر على الكسب وواجب عليه أنه هو يتكلف بمفرفهم طبعا 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 طب بالنسبة بقى للحضانة بتكون مين الحضانة حضرتك بمجرد الطلاق بتنتقل للأم آه تمام لحد سن خمستاشر سنة بعد سن خمستاشر سنة يحقل الأب تحريق دعوة وهنا بيتم تخيل الأبناء ما بين أنهم يكملوا معيشة مع والدتهم أو أنه هو تنتقل حضراتهم للأب من حد سن 15 ومن 15 فيما فوق ده بيكون إيه فيما فوق حضراتك ده بقى ممكن الأب يحرك دعوة ويخير الأبناء في المحكمة ما بين أنهم البقاء مع والدتهم أو أنهم يروحوا لولدهم ويقيموا معي بس ده طبعا بيبقى موقف حارج جدا في المحكمة وبيبقى وحيش إلى جانب أن الأم بعد ما بتنتقل حضانة الأولاد للأب بتفقد أجر الحضانة خلاص كده أو بعد سن 15 سنة كده كده بتفقد أن هي ما لهاش أجر حضانة أطفال طيب نتنقل بقى على مسكنة زوجية ده بيكون من حق مين؟ من حق الأم ولا من حق الأب؟ والله حضرتك هو قبل الطلاق قبل الطلاق ممكن الزوجة تحصل على قرار بالتمكين وتعيش مع الزوج في نفس مسكنة زوجية طبعا ما مفيش طلاق أو حاجة بعد الطلاق ممكن حضرتك برضو تاخد قرار بالتمكين وتعيش هي وأولادها في المنزل ده طبعا بيبقى عن طريق شاكوة بتقدمها وإن هي بتثبت إن دي كانت شقة الزوجية وإن دي كانت مقيمة فيها وإن هي ملك الطلاقها وممكن تخط حضرتك وتعيش فيها هي وأولادها إذا لم يكن يعني مثلا كان هو قاعد في شقق جوله سابها أو كده فبيضطر إن هو يدفع عجل مسكنة لكل طفل من أطفاله آه تمام طيب ممكن نختم بحاجة كده توضح لنا يعني أكتر المشاكل المواقف الصعبة اللي قابلت حضرتك في القضية دي أو هذا النوع من القضية والله حضرتك هي حاجتين هي مشاكل الحضانة هي أكبر مشكل إن التصارعات الحضانة إن الحضانة تتنقل من مين لمين حضانة الطفل نفسه إن هو يعيش مع مين إن هو يقيم مع مين آه هي دي من أكبر المشاكل اللي بتواجه الواحد يعني الحضانة ترتبها لأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأب فبيبقى في تصارعات على إن مين الطفل يعيش مع مين فدي بتعمل عملية تشتيت إلى جانب الرؤية إن الأب حتى لو حضانة الطفل مع الأم من حقه إن هو يرفع دعوة رؤية يطلب فيها إن هو يجوف أطفاله وده بيبقى غالبا في نادي شباب أو في مكان عام وبتبقى عبارة عن ساعتين في الأسبوع في نهاية كل الأسبوع يوم الجمعة بتبقى ساعتين بالزبط اللي بيشوف فيهم أطفاله فطبعا مجموعة من المشاعر والأحاسيس اللي بتلغبط الأطفال وبتنمي في نفسيتهم حاجات وحشة صحيح دي أكبر مصيبة وأكبر مشكل ممكن نواجهها في الفرقة ما بين الزوجين لكن المشاكل الفلوس اللي هي الأيمة اللي هي الطلاق استحصلت على طلاق استحصلت على خلق حضرتك دول كبار بيقدروا إن هم يمارسوا حياتهم الطبيعية لكن كل المشكلة اللي من وجهه بيبقى بخصوص الأطفال وحضنة الأطفال وهيقيموا مع مين طيب بالنسبة مثلا لو حضرتك حاببت تقدم نصايح نصايح للأم ونصايح للأب تمام والله حضرتك هو الجانبين لما بيقشوا المحكمة بيخسروا تمام بيخسروا إن الزوج بيقول دي اشتكتني خلاص دي ادخلتني المحاكم يعني حتى لو في مجال للصلح كده خلاص هو نفسه تسدد يعني اسمه وتذكر في محاكم وفوق إن مثلا على أحكام ومحضرين وبيحلوا وجايين وبيطالبوا بفلوس وخلافه إن أولاده وفجأة بأن فيه دعاو مرفع باسم أولاده وبيطالبوا بنفقة فبنصح إن تبقى آخر حاجة اللي جاء لها المحكمة حتى تحصيل النفقة برضه يعني معلش أنت يا زوجة اللي هترفع قضية على زوجك الموضوع بيطول في المحاكم وبيخد وقت أي وقت طبعا القانون في صف المرأة في النقطة دي قانون أحوال الشخصية على أساس إن هي الجانب الضعيف وعلى أساس إن هي الجانب اللي غالبا نرحضانة معاها يعني الأطفال بيبوا معاها يعني القضية بتاعتها كده كده فيه نفقة يعني معلش قريدي أنا رفع قضية نفقة على شخص ما أكيد فيه نفقة هتتحكم يعني قضية كسبانة مليون في المية الفرق في القيمة بس هيتحكم عليه بكام فالقانون في صف المرأة في النقطة دي بس بيطول في تنفيذ وبيطور في مشاكله واللي عنده بيدخل فنتمنى أن يعني كل الصراعات دي تزوب وأن الموضوع يبقى وفي أصعب أو أضيق الحدود الممكنة نلجأ للمحكمة أو نلجأ للطرق والخلق نتمنى طبعا أن احنا ما نلجأش لحاجة زي ديت يا رب وأن احنا وبإذن الله يعني نكون المشكلات الأسرية نحاول نقللها شوية وطبعا هي دي بتكون نتيجة برضو سيادة المستشارة بتكون نتيجة الدغوطات والعبء اللي بيكون على الأم والقب من جميع النواح الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي ومصاريف القصة المصاريف وقصة الفلوس وقصة الغلال العالم كله عايش فيه مش مصر بس يعني قصة الأعباء هي دي وكورونا اللي جات وقفت بعض المشاغل بالضبط طبعا النشاط الاقتصادي وقف بتاع العالم كله مش مصر بس يعني في حضرتك الناس تستحمل بعضيها شوية يعني في الفترات دي أو في الظروف اللي احنا بنمر بيها دي وبعدين ما تنسيش خياتك احنا بنبلي البلد يعني ربنا يخليه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الراجل بيملي البلد بنلقاء فطبعا كل ده محتاج ضغط على الشعب والشعب مش قادر فكل ده طبعا بيولد صراعات او خلافات ما بين الزوج والزوجة بتنتهي بالقصة الاسف بالطلاق او الخلق احنا كنا مفصلين جدا نحن محضرتك النهاردة رب نخليه ونتمنى فعلا تكونوا تستفدتوا من سيادة المستشار كريم عبدالعزيز رب نخليه شكرا نورت مفاتيح السعادة مشاهدينا وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا ويراب تكونوا تستفدتوا النهاردة من بعض الحلول في السيادة المستشار قدمها عن علاج المشكلات الاسرية والحلول اللي تناسب الام او الاب في حالة الطلاق خلعا او الخلع ويراب تكونوا تستفدتوا مننا النهاردة ونشوفكم في حلقة الجاية يوم التلاتة القادمة ساعة اثنين زهرا مع السلامة اشتركوا في القناة